هنعمل صلطة بروتين نباتي طيب إيه المكونات اللي عندي لتصلطة حاجات بسيطة جدا الأول هقول لكم بس إيه الخضار اللي معانا عندي أرنين من الفلفل الشطة عندي خيار عندي شوية طماطم شري عندي هنا شوية فلفل أخضر رومي متقطع صغير وعندي بصل عندي عشان البروتين بتاعنا النباتي عندي حمص وعندي شوية من الشطة أما بالنسبة للدراسينج عندي عصيل لمون عندي زيت زتون عندي كوزبرة وجنزبيل وكمون وده كل اللي احنا محتاجينه طبعا والملح والفلفل طيب هناخد بس إيه بولة كده ظريفة هنخليها جنبنا نطلع فيها الحاجات في الآخر نعمل دراسينج ونقلب الكلام ده كله هاخد الخيار بتاعي وأنا عايزه سلايس إزا هو اللي هي تقطيعات الصلطة الطبيعية بتاعتنا خالص بقطعها مش رفيع قوي ومش تخين قوي دايما لما بنعمل الصلطة بيقوم مفضل أوي إن احنا نقطع الحاجات بتاعتنا بزاعة الحاجات اللي بي فيها مياه كتير زي الخيار وكده نقطعها فراش على طول قبل ما نسيرف أو لو هنعملها وحنحطها في التلاجة مثلا شوية قبل ما نقدمها الدراسينج دايما يفضل برة ونقلبه في الصلطة على طول قبل ما نقدمها لأنه بس لما بيقعد كتير في الصلطة بي تطري الحاجات في العضل في الخيار والفلفل والحاجات دي ممكن تبتدي بتطرى معنا شوية طيب ايه دي الخيار متاعنا اهو عليه الفلفل الاخضر هاخد قلون الفلفل ودي بقى على حسب احنا عايزينا ادي احنا مش عايزينا سبايسي قوي وانا هقطع النص اللي ايه اللي تحت كده قبل ما نوصل للبزر ونخش في اللي ايه في السبايسي التقيل ودي طبعا اختيارية جدا ممكن منعملهاش خالص لو ملناش في ايه في التوتش اللي سبايسي ده هشنغل النار كده عندي على نار متوسطة هحط طاصة كده بتاعتي حديها فرصة تسخن وبعد كده هننزل اه فيها بالحمص مع شوية من الزيت كده طيب عندي التماطي ملتشاري دي هاخدها انصاف كده مش هناخدها شرايح ولا حاجة اهي خليها بس نقول حاجة احنا بنقطع اه نفس السكينة نفس البلانشة عشان الحاجات كلها رايحة في نفس البولة ومعندناش اي حاجة اه ناية لو احنا بنستعمل طبعا الخضار دي في اه مراحل مختلفة او في وصفات مختلفة يفضل ان احنا نبقى بنغير اه البلانشة عشان بس زي بنقول كده بالبلة دي الطعم ما يكرفش على بعض خلاص لكن احنا الحاجات دي في الاول في الاخر نازلة كلها في نفس البولة فمعندناش مشكلة خالص الا بقى لو احنا في الاخر هنزود عليها بنعمل سلطة فيها فراخ فيها كزا لما احنا بتنلعب في حتة البروتين طبعا هنغير السكينة وهنغير البلانشة بتاعتنا السر كمان مع الطماطم الشاري زي ما هنشايفين كده سكنتك تبقى ايه حامية عشان ما تلاقيش المية بتاعتها كلها على الكوتينج بورد او على البلانشة هادي الطماطم الشاري بتاعتي كمان نقطة كده بس من الزيت هجيب الحمص بتاعي هنزل عليه شوية الشابطة مش كتير احنا حطين تقريبا حوالي نص معلقة صغيرة وهنعمل كده برضو شوية من الملح وشوية من الفلفل اسود نص هنسيب ده سويني كده البصل بتاعنا هناخده سلايسز عادية خالص هاخده اهو بالنص ومن هنا الشرايح عادية خالص طبعا ممكن نستعمل البصل الابيض عادي انا دايما في السلطات بحس ان البصل الاحمر غير انه بيدي لون لكن طعمه بيبقى مناسب اكتر ناخد البصل ودائما بس ايه نفرط كده البصل عشان نبقى شايفين كمية الحقيقية بتاعته عشان بس لو حطناها على بعض وكده واحنا بنقلب هيفرط ممكن نلاقي البصل زاد مننا شوية مقرنتا ببقية الحاجات اللي في الطب طيب هاخد خلاص شوية الحموس اهو نفس التقاليب اهي هنسيب السلطات بتاعتنا ونبتدي نجمع السوس طيب هنزل العصير اللمونة اهو زيت الزتون كسبرة جنزبيل جنزبيل كوتنج او الطبقة بتاعت شوية الطواب اللي عملناها هاخد الحموس بتاعي اهو على السلطة شوية الزيت دول العادي انا احنا لما بنعمل حاجة بنبقى عايزين نجمعهم وننزلهم في السلطة دي هنحاول قدما نقدر ننزلوا من غير الزيت بتاعنا مضرب وهي هندي الدراسينج بتاعنا ضربة كده كويسة اهو ليه دايما بقولوكم الدراسينج بالزيت محتاجة ياخد ضربة كويسة لان احنا بنحاول نخلط الزيت مع العصير اللمون عشان بقولوكم الدراسينج كده اول ما يخلص كده تقاليبه ينزل على طول على السلطة وتتقدم كمان على طول عشان قبل ما السوس او الدراسينج دايبتدي يفك من بعضه تاني خلاص اول ما تحس ان احنا كده خلاص اهو نجبناهم في تكستشير او في كونسيستنسي او في خوام واحد على طول هنزل بيه على السلطة بتاعتي ونلم بقى بس ايه بقى ريس زي ما بنقول ونديها تقليبه اخير وننزله مكونات تاكنا كلها اشتركوا في القناة